بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مازلنا مع جمل كونديشن البرانشينج مع جملة اف هناخد الشكل التاني من جملة اف الا وهو بنضيف له الف اف ان فيه كونديشن معين جاب ترو هنفذ ستتمنت وان ماجابش اجاب فولس هنفذ ستتمنت وان بس دي اللعبة او لو عندي مجموعة من الجمل فهقول له كونديشن وما بين الكوسيم بنفذ مجموعة من الستمنت ايه ولو اجاب كونديشن فولس هنفذ مجموعة من الستمنت اللي هي من اللي هي بالنسبة لي بيه الرسم بتاعت خريط التطفق بالنسبة لنا دي اوامر هتبقى قابل الاف ودي كونديشن بتاعي خلاص ولو كان لو اجاب true هوجاب yes يعني هروق على الاوامر اللي هي امر اوعدة اوامر تتنفس في حالة true والناحية التانية امر اوعدة اوامر تتنفس في حالة الفولس وغيره كده في الاخر هطلع الاثنين بالشكلين للنهائي طيب لو حبينا كده نشوف الشكل التاني ناخد عليه مثال فهقول له مثلا تعالى ندخل رقم يعني ندوت المثال اذا كان رقم ثوجي او رقم فردي فالمرة هنزود حتة شوية فهقول له لو سمح ندخل رقم هريد الاكس لو كان رقم مودلس اتنين بصفر فانا خلاص عرفت ان الرقم ده زوجي إلس يعني لو فولس يعني مش مودلس اتنين جابت صفر فالحالة دي هتبرد ان الرقم ايه فردي بس خلاص فتعال كده بسوعة نجرب المثال ده نطبقه فهعمل كده من فايل وكوتلين فايل جديد ومعامل اكزامبل ورقمه زي معنا ماشيين وقلت فانكشن اللي اسمها مين ودي فاريابل اكس دابل اللي هو اللي هنعمله كامبوت يعني لينا وهاعمل برينت هلو انترا نمبر وكولون كده ماشي وبعد كده هاريد الرقم يعني هقول له اكس ايكول وقول له ريد لايم وحوله طبعا بس للدابل وبعدين هقول له اف ان ال اكس كانت اا مودلس اتنين يعني بقى الاسمها الصحيحة على اتنين دي ايكول زيرو في الحالة دي الرقم زوجي فاقول له برينت لايم وطبع لو مكانش هيبع برينت لايم او 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 رقم فردي. تمام كده ما عندنا الايه شرط لو حقق هيجيب دي لو ما حققش هيجيب دي. طبعا الاخير بتاع البرجم كومبليتي ده عشان اثبت لك ان دي مش تابعة لمن بتاعت الالس. لو انت عايزت تبقى تابعة لازم نخطط ما بين ايه? كوسائل المجموعة. بتاعنا نعمل ايه? رن وندخل الارقام ونشوف النتيجة بتاعتنا هتبقى ماشية ازاي? اه ادي النتيجة بتاعتنا هتبقى بتاعتنا هتبقى خمسة هتبقى وقفل على كده. قال الرقم ده رقم ايه? رقم فردي. اجرب تاني وادخل مثلا رقم زوجي. وليكون ستة. هلاقي ان قال الرقم ايه? الرقم ايفن. وطبعا لو دخلنا رقم طبعا بالكسر. فهايعتبره بالطبيعي ان هو رقم يعني. لانه مش هيجيب صفر معانا ايه? كباقي اسم على الاتنين. طيب. هاخد من الكلام ده كده كوبي. واعمل فايل كوتلين جديد. اجزامبل جديد. وهعمل بيست في كل الكود اللي احنا كتبناه. وهمعامل الاريابل. المرة هعمل باريابل اسمه ريزرد. والريزرد دي هكون نوحة سترينج. يعني عايز المخرج بتاعي يكون في في فاريابل. يعني هقول اف ان موضل اس اتنين بتسوي صف. هقول الريزرد اكوال ايفن. ايفن. ويه? ويه? والس? احط الريزرد اكوال اود. يعني فيه احنا بنحب ساعات ان يبقى الوحديه. والاوتبوت الوحدي هاي بقاش البروسينج والاوتبوت بالكلام ده كله ببعض. طبعا دي هاتفد من شاء الله ما أتنقل كمان نعمل طبيقات اه موبايل وmondo يبقى دathlon بنفرق بطبيعتنا. مش بلين ما فيه ابقاش فيه عمليات طبيعة وكده. في الاخر اطبعنا في الاخر قلنا الريزرد بتسوي اي اه واعملت بتاعريدة. طبعا دي هتطلع اياة اي احنا بس كل الفكرة في الاحنا عملنا دلوقتي. احنا بس بس الديكلارشن الانبوتس لوحدها البروسيسنج لوحدها والاوتبوت الناحية التانية ايه لوحدها في الاخر طيب اعملت الحتة دي بغرضين عشان نبقى براتبين كود وعشان برضو الغرض التاني ان اوضح بس ميزة موجودة في الكوتلين اف في الجملة بتاعت الاف في الكوتلين ان هي بتعمل حاجة اسمها assignment طبعا انا بجربها هون نتيجة قدامكم زي ما انتم شاهدين ايه assignment ان ممكن جملة الاف بتريتيرن value الاف اوتوماتيك بتقدر تريتيرن value لو اخدت كده كوب من نفس المثال ده بتاع نعمل مثال ثالث نعمل الاجزامبل جديد ونفايل نيو كده كوتلين فايل ويه هنعمل مثال تاني جديد وعمل نفس الكود بس المرة دي عايز اعمل ايه في البروسيسنج غير حاجة شوية ممكن اقوله الريزارد بتساوي ماشي والاف بعديها وامشال الريزارد بتساوي دي بقت الاف ان اكس موضلس اتنين بتساوي زيرو بعمل حاجة اسمها even number else odd number وكده كده قكمتين دول بيتريمو على كنتيجة المين جوه الريزارد بيتريمو كنتيجة جوه مين جوه الريزارد يعني وطبع خد بالك برضو لو تنفع دي لو في عدة اوامر بعد الاف يعني الاف وفي مفتوح وامر امر 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 واخر واحد يبقى هو اللي هيتريترن في الايه في الريزارد ده سانين برضو ان ده برضو ينفع خلاص دعا نجرب كده ونعمل اا رن هللاقي ان طبعا قدرت الشكل ده يتحط كنتيجة جوه الريزارد وتطلع عن result بتاعتنا بشكل ايه بشكل مباشر لعمالك الثمانية قال ل even number وتقدر تجرب بقية الايه الاشكال بتاعتك بس تاخد في بالك الفكرة بتاعت ال assignment بالz اه جربنا رقم اود دهو مفيش اي مشكلة والى ايه اخره بالشكل دهو بنعمل assignment للقيمة جوه ال variable